كابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الاهلي طبعا عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني وكابتن محمد رمضان طالب خلال هاللعبين بإغلاق صفحة خسارة السوبر الأفريقية قال لهم ان احنا نركز في اللي جاي واللي جاي بالنسبة لنا سوبر محلي ومباراة العين الأماراتي في الانتر كونتنانتر هو قال لهم هيبقى فيه سياسة عمل جديدة كابتن محمود الخطيب قال لهم هيبقى فيه سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال كابتن محمد رمضان هيكون فيها كافة الصلاحيات ليه في الملف الإداري كمان قال لهم او تحديدا كبار النادي الاهلي طلبهم الكابتن محمود الخطيب بتفعيل دورهم اكتر في مساعدة زملائهم لتخطي المرحلة دي والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار جابتن محمود الخطيب كمان اكد اللاعبين النهاردة ان غضب الجمهور امر طبيعي خاصة انهم تعودوا على الانتصارات وانه خسارة السوبر الافريقية خلت الجمهور بطبيعة الحال يهاجمهم وانهم دلوقتي اصبحوا مطالبين باستعادة ثقة الجمهور بالفوز بالسوبر والفوز على العين في كأس الانتر كونتنانتر كلام محترم وفي دعم وفي مسندة في نفس الوقت في كلام قوي جدا للعبين بس عادي يعني كابتن محمود الخطيب شخص مهزب حتى في عصبيته او غضبه هو انسان مهزب فتحدث مع اللاعبين بهذا الادب ووصل لهم رسائل بين السطور اكيد لعبة النادي الاهلي عندها ضغط جبير جدا من الجمهور قبل ادارة الاهلي بكل تأكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة